صباح الخير ويستعاد عليكم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان تحياتي لكم معكم أمل فكري سعبني وشرفني أكون معاكم إن شاء الله كل يوم حد على قناة الصحة والجمال ساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة في برنامجكم بيت المصريين أنا فقرتي اسمها دردشة دردشة النهاردة هتكون على آفة العصر وهي الإدمان طبعا كلنا متفقين للإدمان مدمر الإدمان مش بيدمر المتعاطي فقط لا ده بيدمر أسرة بأكمالها بل بيدمر جيل وأجيال بيدمر مجتمع كامل أعتقد كلنا متفقين إن تقريبا 90% من الجرائم اللي بترتكب أكيد تحت تأسير الإدمان فعشان كده النهاردة بيسعبني ويشرفني يكون دفتي في برنامجي ضيفة أنا نفسي بكن لها كل تقدير واحترام دفتي أنا مسميها المرأة الحديدية اكتهدت وتعبت وساعت إنها تعمل ائتلاف وكتلة لعلاج المدمنين على مستوى الجمهورية بالمجان طبعا بمساعدة جهات من الدولة وكمان مستشفيات المجلس العسكري والمستشفيات العسكرية كلها وقف جنبها وبتأذرها يسعبني ويشرفني يكون في ديفت النهاردة كما بيلقبوها بأم المتعافين السيدة عناية السنان أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك سواحي الخير كل سنة وحارك طيبة وكل المشاهدين طيبين في البداية أحب أسأل كيف بدأت الفكرة بدأت الفكرة دي يعني حصل موقف الناس كلها عارفة أنشأت الكتلة بس يعني احنا مش عايزين ناخد فيها وقت يعني دي طيب تماما هو طب نقول إمتى أنشأت الكتلة أنشأت الكتلة يوم عشرة واحد 2019 وأول حد دخلنا المستشفى كانت المستشفى اللي اسمع عليها العسكري كان يوم عشرين اتنين 2019 تمام يعني السنة اللي فاتت آآ آآ يعني بقى يعني دخلنا على سنة واربع شهور خمس شهور تمام نشأت الكتلة إيه وعايزين نعرف من حدريك آآ إجمالي المتعافين عند حدرتك واسل نشأت الكتلة هي استقطاب مرضى الإدمان آآ من كل مكان في الجمهورية آآ ونجربه في العلاج آآ وطبعا العلاج مجاني احنا مش بنتفح حاجة احنا كأعضاء الكتلة هي على نفكة الدولة سواء كان في المستشفىات المدنية والمستشفىات العسكرية جملة الحالات اللي اللي استقطبناها آآ يعني دخلين على الألفين ألف وتسعمائة وحاجة وعندنا متعافين حوالي آآ أو بالفعل هم تمنمية وستاشر لحد الوقت شهر عبا يعني في خلال سنة سنة ووار متعافين تماما آآ متعافين ولكن هم بيكملوا برضو لأن هم بينفزوا برنامج الاني ايه البرنامج الاني ايه الاثناشر خطور ممكن ياخدوا سنتين ولكن هو بيعد قد ايه في المستشفى ثلاث شهور على نفقة الدولة الإقامة والعلاج مجانا آآ عيسى حريك هو فيه موسم للتعاطي وموسم للتعافي آآ آآ موسم التعاطي اللي هو بتبقى في الأعياد والمناسبات والأجازات وفي الصيف أيام المصيح في الكلام ده آآ يعني بيبقى عنده أجازة ومعرف ايه فبيتبتدي بقى الخطوة الأولى للإدمان آآ طبعا بالنسبة لموسم التعافي يعني بعد العيد الصغير آآ لان كله بقى كل حد مريد إدمان يقول لها طب انا بعد العيد معرف ايه هقدر مضان مع اهلي فبيبقى ما بين العيدين آآ بيبقى موسم للتعافي وده بيسبب آآ زحمة بيسبب زحمة في الكشف وفي التسكين وبعدين وقتها يقول لك انا آآ الدولة كانت بتقول ودينا مش لقين مكان موئنت اللي يعني انتو كلكو تيجوا في وقت واحد طب ما احنا دلوقتي الحد دلوقتي في ظل جائحة كورونا مستشفيات علاج الإدمان التمع للدولة بيتمستثنية هذا البند أو التخصص في الأمراض وبيقبلوا وبيستقبلوا الحالات يعني دلوقتي في الوقت الحالي اللي هو فيه قزمة كورونا وان كل المستشفيات اتجاهها لمواجهة كورونا فيه فعلا آآ يا فندم لان اساسا مريد الإدمان بسبب المخدرات جهاز المناعة عنده بيضعف فبيبقى أكثر عرضة يعني لو جبتي اتنين شاب ده عنده خمسة وعشرين سنة وده عنده خمسة وعشرين سنة ده بيتعطى مخدراته وده مش بيتعطى وتقولي مين فيهم اللي الفيروس يقابلوا أسرع مريد الإدمان فلذلك الدولة مستثنية هذا علشان هو أساسا مع كورونا يعني وإحنا شغالين موقفناش لا 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 أكيد فيه علاقة رطيبة بين الإدمان وبين الجريمة والإرهاب أعتقد آآ طبعا هو يعني مريد في عجالة كده مريد الإدمان طبعا هو بسبب مرضه للإدمان وإن هو بقى الإدمان مسيطر عليه فمش بيشتغل طب مش بيشتغل بس عايز هياخد مخدرات ما هو أنت لو عندك يعني خد من التال يختلى لو عنده مال فهيخلص طب لو كان بيشتغل فهو مش هيشغله طب هيجيب منين طب يضطر بقى بيفكر في الجريمة اللي بيه هيقدر إزاي يجيب مش مهم يأكل أو يشرب هو المهم بس إزاي يجيب يا تعاطى فطبعا ده ارتباطها بالجريمة أما ارتباطها بالإرهاب هو علشان يقنعه بالما لا يرد الله فهيقنعه تحت تأثير لازم يكون مغيب تمام فتحت تأثير المخدرات بيقدر يستقطبوا للإرهاب فقط أهليته فقط شخصيته آه ده ده يقول على كتب الإرهاب وعلى كتب الكورونا احنا وضح طال حضرتك يعني در تمطهم يا عايزة عارف حضرتك خطوات اللي بتأجل التعافي من الإدمان في خطوات محددة آه الخطوة أنه هو بيجينا عن طريق أي حد عن طريق التليفون اللي هو على الشاشة دلوقتي إن شاء الله 0-3 وحايد 5-1-5-1-2-2-5 بيتواصل معنا بيبعد صورة البطاقة بنرد عليه فوريه في أي مكان في الجمهورية آه طبعا بيتم الكشف وهو بقى بيبقى منه للأخصائي وهو اللي بيقول له تعالى المرة الجاية إمتى طبعا يستكن من أول مرة في داعي لكل حالة لها ظروفة وحسب القوة الاستعابية للمستشفى طبعا أنا عايزة تكلم كمان هنعرف أن حريك بتعملي صالون آه للكتلة أنا عايزة عارف إيه أهداف الصالون ده بسرعة الصالون في عجالة برضو هو لحلول قضايا المتعافين يعني المتعافي بيكون داخل المستشفى بيتم التعافي ليه يعني بيتم التعافيه وإحنا بنبحث وبنحل مشاكله مشاكله التانية علشان يخرج يلاقي الدنيا حلوة مشاكله القضائية ولا الاجتماعية ولا أي مشاكل بيه كله القضائية كمان القضائية إحنا عندنا مستشفى والأسرية طبعا أو عندنا متخصصين خدمة اجتماعية عندنا في الكتلة الحمد لله بشكرهم وبقول لهم كل سنة أنت طيبين أعضاء كتلة ائتلاف القائرة ناس محترمة ناس على قدر عالي من الوعي ناس على قدر عالي من الوطنية ناس عطاقة بتحب تدي لله فعندنا كل التخصصات وكلهم في مراكز ما شاء الله عليهم من اختلاف تخصصاتهم بنقدر أن نساعد المتعافي المتعافي أو اللي هو بيتعالج دلوقتي أما بالنسبة للصالون بعد العيد إن شاء الله إن شاء الله أنا أعلنت هو يوم ستة ستة طبعا بما يواكب الزروف الحالية للكورونا طبعا بما يواكب الصحة الآمنة وهنشوف طبعا إحنا منتظرين عشان ما حدش يقولها هي جابة منين نهت إنما هم يعني آلون إن يعني يوم تسع عشرين رمضان يعني اللي هو بعد 15 يوم هيقولوا هنعمل إيه؟ أقول مفروض إن إحنا هنتعايش ولكن الالتزام وبرضو بقول خليك في بيتك خليك في بيتك بقدر المستطاع يعني يعني ملاش لازمة ما نزلش نزلت ألبس الكمامة معايا المطاهر كده يعني أنا بس عايزة بحقيك كمان الخطة المستقبلية للكتلة هو عمتا إحنا ما بعد كورونا كمان يعني آه طبعا هو طبعا شوف يا فندم هو تابعيات كورونا يعني إحنا نقدر نقول إن الفيروس هو رسالة طبعا نعيد فيها حسابتنا فأكيد كلنا فلما الدولة أمنا الدولة تحت القيادة الرشيدة بتعيد حسابات كل حاجة فإحنا برضو جزء من الوطن إحنا كوطنيين كأعضاء كتلة فأكيد عندنا خطة هيتطلعوا عليها في صالون الكتلة ومع لشي أنا مش عايزة حد يزعل مني يعني إحنا هنعمل إيه يعني لو كان فيه كوعة بتاخد بتشغل مثلا 100 كرسي فإحنا هنشغل منها 35 كرسي فمحدش يزعل مني يقول لما دعيتنيش فلما شايجي الصالون ده هيجي الصالون اللي بعده وبنعمل فلطرة يعني والله هو طبعا عمل رائع وعمل وطني أولا لأنه هو عمل لله أولا هو أكيد لله بس هو عمل قومي كمان إن إحنا بنحد من الجريمة أولا لا إحنا بنساهم في عدة البناء أكيد أكيد فطبعا ربنا يوفقك يا رب إن شاء الله وأشكرك جدا جدا لتلبتك الدعوة وبالتوفيق ليك إن شاء الله يا رب دايما متفوقة ودايما الكتلة تكبر بيكي وأعداءها جميعا إن شاء الله أشكرك جدا لكل سنة وحضرتك طيبة أشكرك يا فنم ونورتين واسعتين وكل المشاهدين طيبين وأصدقائي وأهلي اللي تستنم في المتباح وسيني زينب كلهم كل سنة وحضرتكم طيبة طيبة حيبت نورتيني وأسعتيني أنا بس أنت لي رسالة أخيرة لكل يعني متعاطي الموضوع بقى بسيط جدا هو وبدون مقابل فأرجو إبدأوا بقى استعيدوا نفسيكم تاني وبدأوا إن شاء الله ربنا يا ربي يعني يعافي كل مبتلة من الموضوع ده ويحفظ ولادنا جميعا ويحفظ مصرنا الحبيبة في النهاية أحب أشكرك جدا أعزائي المشاهدين في النهاية في نهاية اللقاء أحب أشكركم جميعا لحسن المتابعة تحياتي لكم دمتم في أمان الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته